أعطيكم العافية في قصة جميلة سمعتها قالي قريبا في فلاح عنده حمار بده يروع البيت و بده يربط الحمار أمام البيت فما وجد حبل فراع انجار وقال له في عندك حبل عشان أربط الحمار فقال له لا بس ممكن تعمل حبل وهمي بحيث انك تبين انك بتربط الحمار ففعلا قام الفلاح هذا ويجا وعمل حاله انه بربط الحمار ووقف وربطه طبعا بالحبل الوهمي تالي يوم الصباح وجد الحمار موجود في محله فبدو ياخد الحمار على الحقل لكن الحمار رفض انه يتحرك فراع انجار وقال له ايش اللي صار هل فكيت الحبل اي حبل ما في حبل حبل وهمي قال له بالنسبة لك وهمي بس بالنسبة للحمار هو موجود ففعلا اجا عمل الحركتين انه عم بفكوا وماشى الحمار طبعا كتير ناس بتضحك من القصة وتستهزب الحمار لكن في ناس اسوأ من هذا الحمار للأسف في عادات وتقاليد رابطينها احنا في اعناقنا بحبال وهمية وللأسف تقودنا الى مهازل كثير من هذه العادات لازم نتخلص منها لازم نتوقف عنها لا يعني انه غيرك قام بهذا الشيء هذا الشيء صحيح ولا يعني انها عادة وسرى عليها العمل انها شيء صحيح لا لازم ناخذ كل اشيء بميزان عقلي وننظر اليه في واقع هل هذا فعلا شيء صحيح هل هذا بفيد المجتمع هل هذا بفيدني شخصيا ام لا اذا لا يفيدني شخصيا لازم اتخلص من هذا الحبل الوهمي ولا اخلي احد يربطه حول رقبتي ويلا الله اعطيكم العافية وديم ايامكم عز وبركة